اذا كنت تشتري اي اسلحة او فضة او اي حاجة خاص لعبة سكالاند بونز او اي لعبة ثانية مثل العاب فيفا ادخل على الرابط للموقود في الوصف ولا تنسى انك تحط كود نوب مرحبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو قديد اليوم هذا الفيديو نتكلم فيه عن حاجة تغيرت فيه سلوب اللعب بعد التحديث مثل ما انتم عارفين بتحديث تغيرنا كلميات المبالغ اللي تحصلون هنا صار يعني مثلا الفين وكانت هذه ثمانمية بس نفس الوقت زادت قيمة الدفع اللي تدفعها في التمويل فهنا 12000 هذي كانت 3000 او 2000 بالساعات نفس الشي تكون اطول فالامداد يكون بعد ساعات اطول فبكذا تكونوا محتاقين لكميات من الفضة كبيرة لو تشوفون انسان مفلس على الحديد على الاخر فكيف اننا نقدر نحصل على هذا الكميات بشكل اسرع واكبر اه عن طريق بعض الخطوات اول شي انك تروح وتسوي من شبكات الامداد كل شي تقلر تاخذه من شبكات الامداد سوي هنا الحين ما عندي حاجة من عند الوسطى تسويهم كلهم ومن ثم ترجع مرة ثانية بعض الحيان يظهر لك امس ثلاث مرات يظهر لي يختفيا يقول لي ليس هناك فرص متاحة وارقع مرة ثانية واحصل غيرهين وارقع مرة ثانية واحصل غيرهين ممكن ثلاثة مرات اربع مرات ونفسي عندكم الهجمات ليش permission هذه الهجمات بالنسبة للonym300 دائما اتوقع انك تقدر تخلصن بسولemia ما يحتاج ان حد يكون عندك هاذ 300 و 300 بتعطيك 600 بينما لما يكون في 600 توقع انك لازم تدخل مع شخص اخر لانك ما بتقدر انك تخلص التحدي بشكل منفرد عن طريق هذيك الاشياء اللي قبتها من هنا كتبغل قصب السكر لأفيون وكذا تقيل المعمل تقطير وتطور وتتسوي يعني بروسس لكل حاجة تحصلها لحين عندنا بروسس للقمقمية الذهبية الشديدة ودائما حط لك البروسس خصوصا لما تكون ما تلعب حط لك البروسس لحاجة اقل حاجة انت او اكثر حاجة عندك متوفرة وتقدر انك تسوي لها بروسس هذا بالنسبة للبارت الأول بارت كيف انك تقيب كميات كبيرة من الفضة عن طريق التقارة التهريب نفس الشي تركز على التفعيل هنا مثل ما قلنا طبعا هنا الحين الاستحواذ اللي مخلصنه يظهر لك مرة ثانية كنت اتمنى انه يظهر لك لما تخلصوا يعطيك تمويل للمصنع هذك اللي انت مسوي النهر يعني اذا كنت مسوي هنا يعطيني تمويل مثلا نفس الشي تركز على الترقيات تحاول في الترقيات تسوي ثلاثة اشياء الشي الاول انك ترفع الارباح عشان يترسل المصانع بسرعة الشي الثاني انك تنقص كمية السلفر اللي الدفع الفضة اللي تدفعها اللي هي التكلفة عشان ما تخسر الفضة كامل وتبقى مثل على الحديدة الشي الثالث انك تفتح الصعوط الفضي لانه بيعطيك اللي هو البروسيس حال التكرير التبغ وتطلع من الصعوط الاسود ومن ثم الصعوط الفضي وتبيعو نفس ما تبيع باقي المنطقات اللي هي القمقمة الذهبية وشراب القمقمة الذهبية واللوتس الاسود فعمليات المهربين خلصة كامل فل فل يعني خلصة كامل فل هنا لو تشوفوا انه بيزيد لك كمية المواد المعروضة فانت لما هناك قبل شوية طهر اللي ثلاثمائة يمكن اول كان يطلع لهمية وخمسين فالحين يعني يزيد لك يزيد لك العدد هذي بالنسبة للدولار الذهبية ما مهم بالنسبة لي بس التقليل المدة نفس الشي خلص البروسس بسرعة وتنتقل المشروبات وهنا يقول لك زيادة لصبقات الامداد بشكل كبير مهارات المهربين ما تغيروا فيها شي الا اذا كنتوا تلعبوا لهذا الاشياء المذكورة بس انا ما غيرت فيها شي ولا بغيت ان اصرف فيها على قد القزيرة الحمراء نفس الشي تركزوا عليها لانها بتزيد الارباح هنا عندكم في الليفل الاخير زيت لك الارباح بنسبة 20% وكذلك ينقص لك التكلفة بنسبة 8% وفي عندك تقليل تكلفة الانتاك بنسبة 16% فارباح كبيرة وتقليل الكميات الفضة بشكل كبير فتركزوا على القزيرة الحمراء لما تكونوا في القزيرة الحمراء وبعد ما تخلصوا الاشياء الثلاثة للحين الخانات الثلاثة للحين اخبركم عنها انتقلوا الى علاقات الساحل الافريقي الساحل الافريقي فيه مصانع يعني هذا مصنع مصنع هروفه هذا اقوى مصنع في اللعبة لانه في واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة وكل واحد منهم يزيدلك نسبة مئوية وبتشوفوها فنوصل علاقات القزيرة الحمراء ماكس واذا عندك علاقات الساحل الافريقي وعندك كمية من الذهب وخلصت الثلاثة الخانات لك بتكلم عنها طور هذي بعد لما لا وفي النهاية الادارة الامبراطورية الادارة الامبراطورية راح تنقص لك كثير من التكلفة تشوف هنا يتنقص لك عشرين بالمئة ومرة ثانية هنا يزيدلك الارباح عربعين بالمئة بالنسبة للطرق التقارية عندك بعد ارباح تزيدك هنا في المناطق الخاضعة للسيطرة تو بتكلم عنهم ونرقع مرة ثانية ارباح المناطق الخاضعة وقلنا ايش تقليل الانتاج تكلفة الانتاج نفس شيء بالنسبة كبيرة ادارة الامبراطورية شوية اغلى بينما هذه عمليات المهاربين ارخص واحدة منهم فتقدر تخلص هذه اول شيء ومن ثم تخلص الامبراطورية والقزيرة الحمراء ويش هي المناطق الخاضعة المناطق الزرقة هذا المناطق الزرقة تعتبر مناطق خاضعة فتعطيك لما تكون متى تكون زرقة لما تخلص كل المصانع الموجودة في هذا المنطقة تتحول لزرقة وتعطيك بوست اللي ذكرته قبل شوي اللي هي هذه ثلاثين بالمئة لو تشوف فوق مكتوب ثلاثين بالمئة ومع الترقيات بيزيد هذا هذي النسبة هنا عندك الخطوط التقارية الخطوط التقارية اللي تكلمت عنها قبل شوية تزيدلك الارباح فاذا كان عندك خط تقاري ما تكون عندك خط تقاري اذا عندك المصنعين هذا المصنع عندك وهذا المصنع عندك اذا الخط التقاري الخطوط التقارية باثنيتها شغالة وراح تغطيك كميات ارباح اكبر بهالطريقة يعني تضمن ان الارباح تكون اسرع واسرع بكثير طبعا بعد التحديث نقص الارباح لانه هنا كنت متأكد انه واحدة من الخيارات كان مية و مية وسبعة وعشرين تقريبا حين يعطيني ثمانية وتسعين اعلى واحدة بس بغض النظر لانه زاد عدد ساعات هم نقص الارباح فايوا حاول انكم تركزوا على المصنع لما يكون عندك خيارين للاستحواذ استخدم استحواذ يعطيك خط تقاري او يعطيك منطقة عشان البوست اللي تكلمت عنه قبل شوية هذي نهاية المقطع تمنى انه عقبكم ومنكم ضغطوا على زر السبسكرايب وزر لايك قريبين من انه نوصل لخمسمائة متابع اه يمكن واحد يشيرين متابع ينقصنا فاذا كنت ما متابع انه وتتردد على القناة كثير اه ومستفيد منها اه او انك ممكن تدعمنا فيها اه عن طريق السبسكرايب كذلك اه لا تنسيوا انكم اه تذكروا في الكومنتات للحاجات اللي تتمنوا انه اه نتكلم عنها تريدون ان نتكلم عنها اه في هناك بلد اه واحد من المتابعين عطاني بلد راح اقربه وراح نتنزل فيديو عنه ان شاء الله اه هذي نهاية المتابعين اتمنى انه اعكبكم والسلام عليكم